اشتركوا في القناة والحظام الملكي الفكتوري والذي يعد من اعلى الاوسم التي يمنحها ملك المملكة المتحدة وذلك في احتفال جرى في قصر وينسر بهذه المناسبة اعرب حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه عن جزيل شكره وتقديره لصاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث على هذا الوسام متمنيا لجلالة الملك تشارلز الثالث موفور الصحة والسعادة وللمملكة المتحدة وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار واشاد جلالته بالعلاقات التاريخية المتجذرة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة والتي ترتكز على اسس راسخة من التفاهم والتعاون المشترك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر